اشتركوا في القناة محمود الخطيب. والحق آية اللي قالها الكابتل محمود الخطيب. تعال لي بقى كده بسريعا. على إيهاب الكومي. عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري. الكورت القادم. قال لك إيه بخصوص الأهل وزير الشباب والرياضة شكل لجنة لبحث الأمر ده اللي احنا يعني قلنا السابق فيه من أكتر من يوم. برمته ولن نتسطر على أي شخص أخطأ داخل الاتحاد. أيا كان مثل ما كان يحدث فيها المرات السابقة ومن ستكر اللجنة بأنها قد أخطأ سيتمهم حاسبته. ده حيتمهم حاسبته. مش عشان انت بتقول كده يا أستاذ إيهاب يقوم يا أحترم. لا. ده عشان هيبقى قرار رزارة شباب الرياضة بعد تحقيق. والتحقيق حديد أحضراتكم تاني اللي الكتب فيه إهمال وتقصير واللي فيه توصية بتحويل مسؤول للنيابة الإدارية. دي توصية موجودة في تقرير اللي على مكتب الوزير دلوقتي. التقرير على هتحاسبه. مش انتوا اللي هتحاسبه خلاص. دي وزارة الشاب الرياضة والدكتور أشرف صبحي. قال لك إيه تاني؟ هناك مؤمرة تحاك ضد اتحاد الكرة. من من أفسادوا الحياة الرياضية في مصر على مدار سنوات عديدة. دي مشكلة ما بينكم بعد تحلوها. مسؤولين سابقين وحاليين دنتوا مشكلة ما بينكم. تمام؟ في فوضع وصاية على اتحاد الكرة لفترة طويلة. وفور إنهاء الوصاية وانتخاب جمال علام ومجلسه. وأصبح لدينا جمعية أمومية وجهنا مهطارات ومؤامرات لأننا نريد العمل بأسلوب مختلف ونهضة حقيقية للكرة المصرية. نهضة نهضة إيه بس؟ نهضة إيه للكرة المصرية باللي حصل ده؟ ده انتوا اختبارين الأساسيين فشلتوا فشل الزريع فيهم. اللي حصل مع الأهل يختاب الكاف وتلاعب فيه. ها؟ ومنتخب مصر. هو فيه أسوأ من كده؟ فيه أسوأ من كده؟ مهاطرات ومؤامرات ده. المهاطرات ومؤامرات دي. ده اتحاد الكرة هو المتسبب فيها. قال لك يوم 18 إبريل الماضي حزم إماما محمد بركات وضع تصوراً لورشة عمل موسع على مدار أيام بشأن المدربين وقطاع الناشئين وكيفية النهوض بالقرى بأسلوب علمي. دي حاجة كويس. بس احنا دايماً بنسمع الكلام ده وما منشفش منه أي شيء على أرض الواقع. يعني مش حلق عليه لأن ما منشفش حاجة. ففي كل أحوال عشاء اختم بقى الجزئية دي يا جماعة لازم نعترف أن الأهلي انتصر والأهلي على حق والأهلي وقف على أرض صلبة من خلال حقاية. وضحها الكابتن محمود الخطيب في مؤتمر رائعاً بارح كالنتيج وكلنا عشناها وشفناها على مدار الساعة السابقة. وليس.